السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بترميس سنة الثلثة إعدادة في تمرين في الحساب المثلاتي A B C مثلات قائم الزاوية في A بحيث A C B يساوي 30 درجة و A C يساوي 6 سنتيمترا أرسم شكلا مناسبا إذا الشكل الهندسي راه واضح أرسم في الأول A C أرسم الزاوية عصيبة الذي يساوي 30 درجة ثم نكمل المثلث كم الزاوية أرسم عصيبة أحسب AB وبسعيل من أن طنجنت 30 يساوي جدر ثلاثة على ثلاثة دائما نقرأ المعطيات مزيان ونحاول نستغل ذاك المعطيات لإنجاز التمرين إذن هنا في المعطيات أعطينا أصي تساوي 6 سنتيمتر وعطينا الطنجنت 30 يساوي جدر ثلاثة على ثلاثة وطالبين مننا نحسبه AB وكذلك بسعيل إذن انتلاقا من الطنجنت ممكن نحسب AB لأننا نعرف بأن الطنجنت ديال واحد الزاوية يساوي طول الدلع المقابل على طول الدلع المحادي إذن طنجنت ديال 30 المقابل ديال الزاوية 30 هو الدلع AB والمحادي هو AC إذن AB نقلب عليه وAC عندي إذن لدينا ABC ضروري انتقل المعطيات لدينا ABC متلت قائم الزاوية يعني في الحساب متلت دائما نشتغل في متلت قائم الزاوية إذن قائم الزاوية في A إذن طنجنت طنجنت ديال 30 تساوي الزاوية المقابل طول الدلع المحادي هو AC إذن AB تساوي C طنجنت 30 تطبيق عدد C تساوي طنجنت 30 جذر 3 على 3 إذن الإمكانية تختزال 3 يبقى جوج جذر 3 إذن AB تساوي جذر 3 حتى نحسب طول ديال القطعة عادة تمكننا نديره الواحدة إذن AB ساوي جذر جذر 3 من بعد نحسبه BC إذن لقنا AB ما هي جوج جذر 3 بقى لي طول دلال الثالث وعندناه ثلاث قائم الزاوية وكان عارفه طول ديال دلعين إذن ممكن نستعمل مبرهانات فيتا غورس طب الآن هنا ممكن نستعمل طرق أخرى إذن لدينا مثلت قائم الزاوية لدينا ABC مثلت قائم الزاوية في A إذن حسب مبرهانات فيتا غورس المباشرة مربع الواتر يساوي ماذا؟ يساوي AB مربع زائد AC مربع إذن AC مربع تساوي 29 أبي حسبناها هي جوج جذر 3 لكل أس 2 29 39 جوج جذر 3 أس 2 جذر 3 أس 2 نتابه هنا نقلبه على بي سي مش هلا بي سي موربع اذا بي سي تساوي الجدر ديال تمانية واربعين هنا ممكن بسطوها تمانية واربعين تمانية واربعين هي ستاش مضربة في ثلاثة اذا هي جدر ستاش مضربة في جدر ثلاثة دائما القواعد ديال الجدر نضبطوها مزيان دائما الجدر ديال ا في بي هي جدر ديال ا في الجدر ديال بي طبيعا الحال ا و بي عددان مجابان اذا جدر ستاش اربعة و جدر ثلاثة كسبها كما هي بي سي تساوي اربعة جدر ثلاثة سونتا متر نمر الى السؤال الموالي حدد النسب موثلاتية للزاوية ا بي سي اذا ننسب الموثلاتية يقصد بها السينيوس ديال ا بي سي الكوسينيوس ديال ا بي سي والطانجون ديال ا بي سي اذا لدينا متلات قائم الزاوية لدينا ا بي سي متلات قائم الزاوية بي سي متلات قائم الزاوية في ا اذا هنا ضروري من ان نصوب الاسئلة نحاول ان نكتب المواطيات ذاك الشي اللي حصلت عليه نحاول ان نلخصه باش من بعد كنستعمله باش كيس هنا اللي نستعمله اذا لقينا ا بي لقينا بي سي وعندنا اسي والطانجون ديال ثلاثين اذا نبدو في الحساب النسب الموثلاتية أحدنا نبدو بالسينوس اذا السينوس ديال a بي سي تساوي ماذا نعرف بان السينوس ديال a b c الزاوية هي هذه a b c اذا ندلع المقابل الزاوية هو a c والوطر هو b c اذا السينوس ديال a b c يساوي a c على b c تطبيق عدد السي تساوي 6 و بالسي يمكن نختازل ستة هي 3 في جوج إذاً ستة هي 3 في جوج إذاً يمكن نختازل بعدد 3 ثم يمكن نختازل جوج جدر 3 إذاً ستة كما هي ويمكن نختازها نضيفها كما هي نحسبه A B C تساوي طول الضلع المحادي على الواثر أي A B المحادي هو الضلع إذا A B هو الواثر مقابل للزاوية القائمة إذا A B جوج جدر 3 وبس القنه هي 4 جدر 3 إذا بعد الاختزال نضيف جدر 3 في البصر المقام نختازل بهم وعدي جوج على 4 نختازل بجوج إذا C A B C تساوي 1 في الأخير غلقاوط TANGENT A B C تانجنت لا تنظيف بطائق إذا TANGENT A B C تساوي يمكن لن ندلها تساوي السينوس A B C على القيناة السينوس و القيناة القيناة إذا السينوس A B C تساوي 3 على جوج جدر 3 و القز هي واحدة لجوج إذا نستطل الكتابة إذا 3 على جوج جدر 3 مضربة في المقلوب المقام إذا تساوي كنخص بعدد جوج ثلاثة لجدر ثلاثة ثلاثة ثلاثة